الأعمال مستمرة لبناء السد الجديد في إثيوبيا المعروف باسم سد النهضة ومن شأن السد أن يساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الإثيوبي عندما ينتهي تشيده بعد ثلاث سنوات وسيكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة في إثيوبيا أنجزنا حتى الآن نحو 30% من المشروع ووفق جدول أعمالنا سيتم إنجازه بحلول العام 2017 المشروع ضخم وكلفته مقدرة بنحو 4 مليارات و700 مليون دولار مياه نير الأزرق التي تنصب من الهضبة الإثيوبية ستخزن خلف هذا السد وبفضلها سيجري توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء ما سيضاعف ثلاث مرات إنتاج إثيوبيا ويجعل منها مصدرا للطاقة مصر التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل تعتبر أن المشروع يهدد تدفق المياه إليها السودان ومصر تحصلان حالياً على حصتهما من مياه النيل وفق مواثيق تعود للحقبة الاستعمارية وبينما أعلنت السودان أن لا مانع لديها عبرت مصر بشكل صريح عن معارضتها للمشروع وعن هذا الموضوع يجيب دين مفتد متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قائلاً إن مخاوف مصر غير مبررة هذا مشروع سيستفيد منه الجميع ستستفيد منه دولة المصر مصر والسودان والسودان دعمه بشكل خاص لأنه سيستفيد منه كما استفاد من سد تيكيزي المفاوضات في شأن السد توقفت بينما تشيده مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر